أهلاً وسهلاً بيكم في الحلقة دي هنكمل ترجمة ونقاش حواري الحصري مع دكتور رامني بتلات أسئلة مهمة هتغطلنا كذا موضوع مهم الأول عايزة نبه إن دي الحلقة نمرة 4 فيه 3 قبليها وفيه حلقة تانية هي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة المرة الجاية إن شاء الله هتبقى نمرة 5 الحلقة النهاردة وحلقة المرة الجاية فيه منتهى الأهمية والخطورة لعدد من الناس مش بس لضحايا النرجسية ولكن كذلك للأباء والأمهات اللي بيربوا أطفال أو ناشئين أو مراهقين بنات أو ولاد هقول معلومات خطيرة ومهمة جداً تساهم في أنك تربوهم صح وتعدلوا وعيهم علشان نحجم ظاهرة انتشار النرجسية في الأجيال القادمة إن شاء الله وفيه معلومات النهاردة عن صفات منتشرة في تربية الأولاد الزكور أحب جداً أن أكبر عدد من الشباب والرجال يسمعوها من ناحية أن هم يساهموا في تربية أولادهم الزكور بشكل أصح وأفضل مما كنا عليه في الأجيال السابقة لأننا عندنا مشكلة خطيرة جداً في تنمية وعي الأولاد بشكل سيء يساهم في إذاءهم للبنات والستات اللي في حياتهم وكمان للأمهات زي ما قلت عشان التربية وكذلك للأزواج والزوجات عشان يقدروا يبدأوا لكم شوية وتعاملهم مع بعض بطريقة أفضل وأصلح عشان يبقوا في علاقات سعيدة الحلقة دي هنكمل ترجمة الحوار والنقاش فيه بإذن الله عندنا ثلاث أسئلة مهمة هتغطي المواضيع المهمة لأتاها إزاي نفرق بين الاهتمام الصحي من المرضي حد مهتم بينا عاطفياً عايز يدخل معنا في علاقة عاطفية بغرض الزواج نقدر نفرق منين بين الاهتمام الحقيقي الصحي والاهتمام المرضي اللي هيؤدي لمشاكل نرجسية في العلاقات بعد كده وإزاي نفرق بين حاجتين مهمين هما الرجولة السليمة والرجولة السامة هشرح طبعاً بالتفصيل إيه دول وإيه الفرق بين وليه التحكم المفرط والسيطرة التامة ما هماش تعبير عن الحب ولكن تعبير عن شيء خطير جداً خطأ كبير في السلوك هنشرح طبعاً بالتفصيل من هنا بقى أنا هضيف من عندي موضوعين تانيين بالمتعلقين بهذه المواضيع هم موضوع ظاهرة ضخمة في العالم مخيفة جداً بدأت تحصل فيه وعي الشباب لدرجة تكوين مجموعات كراهية عنصرية وتدمير وإزاء هشرحها بالتفصيل وحتكلم كمان عن مهارة مهمة اسمها الحدث وعن نعمة الخوف إيه نعمة الخوف دي؟ اسمعوني 3 دقايق مقدمة عن فكرة الخوف عشان ده متعلق بشكل أساسي بالكلام اللي هنقوله النهاردة وفي الحلقة الجاية في الأسئلة اللي اتكلمت فيها دكتور راملي إيه نعمة الخوف دي؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مسؤولية ضحية النرجسية فيه نوعين من الوعي بيتعاملوا بالتوازي وعيها بذاتها بمشاعرها وأفكارها ومخاوفها وطلباتها واحتياجاتها وحدودها الشخصية ده في ناحية وكمان معاهم بتقدرها لذاتها وثقاتها في نفسها بناءً بقى على معرفتها على هذه المعلومات وقلنا الكلام ده بالتفصيل في الحلقتين اللي فاتوا بالتوازي عندها وعي تاني مهم جداً لازم نبدأ ننميه شرحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت وعيها بمحيطها بالناس والأحداث والمتغيرات في كل مكان وكل تعامل وكل تواصل بينها وبين أي شخص أو عدة أشخاص في جميع مجالات حياتها لازم تبقى عندها أورنس كده يعلى الوعي بتاعها فقبل الحلقة دي أنا قلتلكو هناخد تمرين عملي كان موجود منه نقاش على قسم الكميونيتي أو المنتدى على القناة وكان منه على فيسبوك قلتلكو هنتخيل المواقف الآتي انتو ماشيين في الشارع ضلمة بالليل أو في الباركينج رايحين ناحية العربية وشعرتو بخطوات خلفوكو في المكان مظلم وفارغ من الناس هتحسوا بإيه وهتتصرفوا زي أنا بصيت على جميع الإجابات رغم أنها كانت بالمئات في الثو بوست الإجابات اتقسمت أربع أقسام ركزوا معين ناس قالت هترعب والخوف هيشلني تماما عن الحركة والتفكير هتجمد مكان ده كان مجموعة من الردود مجموعة تانية من الردود ناس قالت ههرب هجري بأقصى سرعة وممكن أسرخ واطلب مساعدة وعمل دوشة بحيثي إما الشخص يخافي إما يجيلي حد يساعد ومجموعة تالتة قالت أنا قوية وما بخافش فحلتفت وواجه الشخص واستعد الإمكانية الاحتكاك بي والمجموعة دي معظمهم كانوا رجال فاللي فاتوا الاتنين كانوا معظمهم ستات والمجموعة اللي قالت هستنى وهحارب دي كان معظمهم رجال في بقى القسم الرابع ناس قالت هعمل نفسي مش واخد بالي خالص ومش حاسة بحاجة وهكمل ماشي عادي جدا ولا كأن حاجة بتحصل فيقوم هو من كتر سكتي في نفسي يخاف ويمشي الأقسام التلاتة الأولى تعبر عن ردود الأفعال الصحية الطبيعية للإنسان السليم نفسيا في مواجهة الخطر لأن غريزة البقاء هي أقوى غريزة في الإنسان فربنا خلقنا وقت الخطر بنعمل واحدة من الثلاثة ينحارب ينهرب ينا تجمد التجمد في ايدته إيه ساعات بيكون مفيد مع الحيوانات المفترسة مثلا اللي بتفقد اهتمامها لما ما تلاقيش مقاومة اللي هو نظام يعمل نفسك ميت الشخص لو وره ان هو ما بيعملش مقاومة ممكن الحيوان المفترس يسيبه ويمشي القسم الرابع اللي قال مش هعمل حاجة وهتجهل الخطر وكمل في حياتي عادي وادعي اني قوي وثابت ومش هممني عنده مشكلة خطيرة تجاهل غريزة تانية مهمة اسمها الحدث الانتوشن ربنا خالق مخك عنده القدرة يترجم المعطيات اللي دخل دماغك اللي دخل وعيك اللي حواليك بشكل لا واعي طول الوقت تمام؟ وقت الخطر يديك تنبيهات فجائية بتصرف غريب غير منطقي في مواقف معين شكله غير منطقي لانك ملحقتش تفكر فيه ولكن في معظم الحالات المعلومة دي والامر اللي بيدهولك مخك ده دقيق وصحيح ولو سمعت صوتك الداخلي ده ممكن تنقذ حياتك حرفيا اللي هو زي ايه؟ احساس الانقباض مثلا اللي بيجي لك وانت داخل المكان معين فتحس انك مش عايز تخش المكان ده فيه حاجة هنا غلط او احساس النفور الفجائي من التعامل مع شخص اول مرة في حياتك تشوفه بس فيه حاجة فيه مش مريحك وانت مش عارف توصفه الستات عندهم مهارة الحادث دي اقوى بكتير من رجال لان وظيفتهم في الحياة هي حماية الصغار والحفاظ على الحياة فربنا وهبهم القدرة دي بشكل يعني فاين قوي وعالي جدا فتخيلوا بقى لما احداث الحياة واخطاء التربية تدمر عندهم المهارة دي وتعلمهم يتجهلوا صوتهم الداخلي ده ويتجهلوا بالتالي شعورهم بالخطر ويفضلوا عليه الانكار وفجأة يخبط علهم الخطر من حيث لا يعلمون وهم غير مستعدين وفي حالة انكار ومزهولين تماما من الحوشة صرافة فيه تعليق واحدة قالته في التمرين قالت كنت في مرة ماشي على رصيف في الشارع شايفة موتوسيكل جاي علي واثنين عليه شكلهم عينهم على الموبايل هيسرقوا الموبايل من ايدي ومع ذلك فضلت وقفة بصالهم ومبتسمة مش مصدق ان ده ممكن يحصل لي لغاية ما فعلا مدوا ايدهم خطفوا الموبايل من ايدي وهربوا وانا لسه واقفة مزهولة ده تمن تجاهل اشارات الخطر اللي مخك بيديها لك ويقولك اتحرك من المكان ده اهرب اطلب مساعدة اجري نفس الشخص العلاق دي قالت ان رد فعلها بعد كده اتغير بناءا على التجربة القليمة دي وبدأت تتصرف بوعي اكتر ودي معلومة مهمة جدا لان الحادث الانتويشن ده بينمو بالتجارب المستمرة فالشخص اللي عنده سازاجة مفرطة وملوش تجارب في الحياة هيقع في مشاكل اكتر بكتير من الشخص المفتح اللي عنده خبرات عشان كده دايما بقول حلقتين السازاجة المفرطة والمثالية المفرطة مهمين جدا في هذه المرحلة من نقاشنا عن نفسية الضحية لان الستات كتير جدا بيعانوا من المشكلتين دول بسبب شكل التربية في مجتمعاتنا وعربية فرجاء اسمعوا الحلقتين دول بتركيز المسمعهمش ارجوك وارجعوا اسمعهم تاني حماية النفس ضد الاذى مهارة مهمة جدا لازم ننميها لان التربية على المثالية والسازاجة بتدمرها وبتحول الخوف لشلل يجمد الانسان في مكانه ويوقف تفكيره في حين لو نمى مهارة الوعي والمناعة النفسية دي بيتصرف صحف الخطر في ناس في اجابة التمرين قالوا هلتفت واصور الشخص بالموبايل وابعت الصورة واتساب لحد من اهلي وبعدنا اتصل بحد من اهلي يفضل معايا على التليفون في ناس قالوا هعمل نفسي بكلم حد في الموبايل ومنتظرني وعلي صوتي ووري ان في حد مستنيني في ناس قالوا هغير اتجاهي وروح مكان في ناس او نور عشان احمي نفسي دي اجابات ناس اتعرضوا للمواقف ده قبل كده والباقي لما قرأوا تعليقاتهم استفادوا من خبراتهم وجاهز المعلومة دي تنقذ حياتهم في يوم من الايام لان معظم التعليقات ركزت على كون الشخص اللي ماشي وراك حرامي عايز يخطف شنطة او موبايل انا استغربت بصراحة جدا لان ما فيش ولا ست في التعليقات قالت انها خايفة يكون مغتصب او قاتل وده احتمال وارد جدا في اي مكان في العالم لأي ستة ماشية الواحدة في شرع ضمن واللي ممكن ينقذك في المواقف ده كمية المعلومات اللي عندك عن الموضوع من قبل كده واللي هذا السبب انا بتكلم في هذا الموضوع حاليا الكلام ده ايه علاقته بموضوع النرجسي والاذاء النرجسي ان في بعض الحالات انتو بتتعاملوا مع شخص خطير حرفيا ما هواش مجرد شخص بيزعى او بيأذيك نفسيا فقط في بعض الحالات ممكن يكون قاتل او مقتصب ممكن يهدد او يشوه ولان بعضوكو في التعليقات كان بيسألني وانا زهلت من السؤال لو جوزي او اخويا او ابويا حاول يخنقني كزا مرة قبل كده المفروض اعمل ايه مما يدل على انعدام تام لمهارة الحدث ولغريزة البقاء بمعنى تشويه تام لنعمة مهمة جدا في حالات العلاقات المؤذية وهي نعمة الخوف التربية بالرعب والضرب والاذاء المستمر ممكن تخلي البنت مرعوبة من خيالها ومتوترة باستمرار ومتوجسة من الناس وبعد عنهم وده بالقطع هيأثر على شخصيتها وسلوكها وعلاقاتها فده مش حاجة جميلة وممكن العكس يخليها متبلدة المشاعر ما بتحسش بالخطر وما بتعملش اي حاجة في مواجهة الخطر عشان تحمي نفسها وده مش ميزة وشجاعة زي ما بعضكم متخيل زي ما ظهر في التعليقات دي مصيبة لما ستة او بنت تتكسف تسرخ في الشارع او في مكان عام عشان تقز نفسها تخاف تجري احسن يقولوا عليها جبانة وهي بتتضرب وبتؤذى من اقرب الناس لها فدي مصيبة في كتاب بقى عشان ادتلكم معلومة كاملة في كتاب من اهم كتب السايكولوجي في العالم اسمه نعمة الخوف راجل اسمه جافن دي باكر كاتب كتاب اسمه The Gift of Fear Survival Signals That Protect Us From Violence بيشرح كل التفاصيل المتعلقة بالتصرف في اوقات الخطر المختلفة وخصوصا في العلاقات الخطيرة والمؤذية الكلام ده في صاميم موضوعنا لان المفروض بالنسبة للستة الطبيعية الراجل يعتبر مصدر الامان والحماية فللأسف في عالمنا عموما في العالم كله زي ما حنشوف من ترجمة الحوار دلوقتي اصبح كتير من الرجال مصدر خوف وتوجس لكثير من النساء لانهم تحولوا لمصدر الازم وده احد اكبر اسباب تشوه العلاقات والتعاسة في الحب والزواج في العالم كله فمهم جدا نفهم سيكولوجية العلاقة اللي من نعدة وتأثرها على وعي الضحية عشان اللي يقدر ينقذ نفسه واللي يقدر ينقذ اولاده في تربيةه ليهم واللي مش هيعرف يروح يستعين بدكتور نفسي يقول له انا تعرضت في صغري للاذاء انا عارف ان انا نفسيتي تأثرت مش عايزا نقل ده لولادي ارجوك سعيدني اعمل ايه فمحدش يسألني في التعليقات طب اعمل ايه لولادي طب احميهم من ابوهم المضر ازاي او المؤذي روحي لدكتور ارجوكي محدش يسأل السؤال ده تاني في التعليقات انا قلت الحل الحل واحد فقط الحلول في هذه الاحوال موجودة عند الطبيب او المختصب نفسي بالحال بنتكلم على اطفال هنروح لدكتور نفسي تخصص اطفال ومراقب بنتكلم على ناس كبار هنروح لدكتور نفسي بتاع كبار بنتكلم عن ناس كبار السن هنروح لدكتور نفسي بتاع كبار السن وهكذا تفاصيل الدكتور النفسي بيعمل ايه وتخصصات طب النفسي عاملة ازاي موجودة في حلقة ما فائدة الطب النفسي او كيف يساهم الطبيب النفسي في مساعدة ضحايا النرجسية ارجعوا له وفيه كمان حلقة العنف الاسري فيها كل التفاصيل اسمعها بتركيز من هنا بقى نيجي الموضوع مهم جدا من ضمن المواضيع اتكلمت اللي اتكلمت فيها مع ضيفتنا دكتور رامني هشرح الكلام الاول قبل ما نخش في السؤال واللي هي قالته عشان تبقوا فاهمين معايا يعني المقدمة دي ضرورية لك وعشان تفهموا اهمية اللي هي قالته ما هو ما هي الرجولة الحقيقية مقارنة بالرجولة السامة هل فرض الارادة والسيطرة علامة مشجعة ولا مقلقة للمقبلين على الزواج وازاي الشاب اللي عايز يتصرف صح يحاول يقاوم التأثير الاجتماعي المدمر اللي تربع عليه غصب عنه عن نظرته لنفسه للبنت اللي عايزها تشاركه حياته ويعمل ايه مش بس على الازواج في ممارسة سيطرتهم ولكن احنا عندنا مشكلة ان الاب والاخوة الذكور بيشوفوا ان ده حقهم على البنات اللي في الاسرة وبموافقة ومباركة الاب والام باعتبر ده شيء عادي وفرض على البنت انها تخضع لسيطرة اخوها لانه راجل راجل بقى في الحالة دي للأسف الشديد تعريف الرجولة في ثقافتنا حاليا اصبح الرجولة السامة اللي هي ايه في الطب النفسي يعني في المشاكل النفسية يعني ايه توكسك مسكلانيتي الاذاء المعناوي البدني الشتائم والتعدي اللفظي والاذاء البدني بالضرب والتعنيف السيطرة المفرطة والتحكم المرضي والغيرة المرضية باعتبار هي دي رجولة وبنربي عليها الاطفال من الجانبين جانب يمرسها بنشوة وفخر وجانب يتقبلها خاضعا دليلا في الحقيقة ده شكل العلاقة النرجسية من الكتاب بنربي عليها اطفالنا في البيوت بنربي الولاد الزكور يتصرفوا بشكل بنحية نص العلاقة النرجسية ونجهز لهم الضحايا يتقبلوا ده فاحنا ليه مستغربين ان البنت بتكبر وتدخل في علاقة مع واحد كابي من اخوها او من ابوها اللي كان بيعنفها واضربها واأيها وترجع تقول انا مش سعيدة في حياتي عشان هيكت مدخيل نهاية دي الرجولة كلنا مسؤولين كلنا غلطانين وده السبب ان انا بقول هذا الكلام بهذا الوضوح الصادم الصفات السلوك النرجسي اللي احنا بنربي عليها الولاد والبنات اللي احنا بقالنا سنة بنتكلم في تفاصيلها لازم تنتهي من حياتنا وللأسف حتى الآن مجتمعاتنا غير قادرة على التفريق بينها وبين الرجول الحقيقية اللي هي ايه عشان لحد يسألني معرفش هي ايه اللي هي الحماية والدفاع والحنان والقيادة بحزم ولكن دون عنف والثبات وقوط الشخصية الراجل الحقيقي مش محتاج يفرد رجلته بيده ولسانه على حواليه سواء كانوا ستات او اطفال او اهله او اخواته او زماله في الشغل الراجل الحقيقي سلوكه الحكيم القوي وشخصيته الثبتة الوافقة لوحدها بتفرد احترامها على الجميع من غير ما يضطر العنف لللفز والبدن مع العلم ان بالنسبة للمسلمين تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم انه من سلم الناس من لسانه ويده فاللي شايف نفسه متدين لكن طالق ايده ولسانه في الناس بما فيهم اقرب الناس اليه اللي المفروض ما امور دنيا ان هو يحميهم ويحبهم ويخاف عليهم ويراعي شؤونهم يعرف ان الصفاتين لا يجتمعان نخش بقى في الحوار قلت لها يا دكتور راماني في نقطة مهمة انت شرحتها كويس جدا في احد فيديوهاتك وهي كيف نفرق بين الاهتمام الصحي والانجذاب والرغبة الطبيعية من رجل المرأة وبين الاستحواذ والتحكم والسيطرة والاستيلاء التام على كل جوانب حياة الشريك ففي ثقافتنا انا قلت لها كده في ثقافتنا احنا اول حاجة الراجل بيعملها في بداية العلاقة انه بواجه عام طبعا في ناس مش كده اللي كان بكلم بواجه عام انه يعمل بالزبط زي ما حذرتين انه يحكم سيطرته التامة واستحواذه على الفتاة اللي هو داخل في علاقة معها دي بداية من منع اي تواصل مع الاخرين فبعض الاحيان بما في ذلك الاسرة والاصدقاء مفيش فيسبوك مفيش واتساب مفيش اي حاجة خالص الغضب الشديد عند اصغر علامة على استقلال الشخصية وبيبرر ده بشدة الغيرة والحب والستات متمرنة من البيت انها ترجم ده لشعور ايجابي وبتصدق ان ده فعلا ان ده فعلا حب وان ده غيرة وانه من كتر ما بيحبها يعني عايزها بكل كيانها وحياتها لنفسه فقط وبعدا انت تصدم لما تكتشف الحقيقة بعد كده ولكن انت يا دكتور راماني بتقولي ان ده مش مجرد علامة خطر ده كأنه يفطى حمرة كبيرة جدا لخطورة الشكل ده من العلاقة فاشرح لنا ليه قالت ليه اه طبعا بلا شك لان عزل الضحية من اسوأ ما يكون داخل اي علاقة قريبة وعاطفية ان الشخص يقول للطرف التاني انا علامك الوحيد واهتمامك الوحيد وعايز كل تركيزك وتفكيرك معي انا بس ليه محتاجة تقضي وقت مع أسرتك وصحابك ده بداية علامات الخطر لانك اول ما بتعزل حد تقدر تسيطر عليه تماما لانهم مش هيسمعوا رأي حد تاني غيرك فالنرجيسي يدير واقع الشخص ده ويشكله على مزاجه لانه عزل تماما عن محيطه انا كده بقول لكم لدكتور راماني قالته فيبقى الموضوع عامل زي غسيل المخ ده من وجهة نظرها اللي بيحصل للي بينضم للجماعات السرية مثلا بحيث ينسى تماما هويته وحياته السابقة ويبدأ يلبس شخصية جديدة اللي عملها له اللي مفصلها له على مزاجه وحشره فيها زعيم العصابتي او الجماعة دي ويضطروا يفضلوا مرتبطين بالشريك وتابعين له لان ما عندهمش تواصل مع ناس تانيين ونسيوا الحياة العادية شكلها ايه النقطة التانية المهمة ان ثورة الغضب والحب لا يكتمعا ده كلام دكتور راماني فلو كل ما تكلمي حد غير الشخص او تعملي حاجة تخصك تقابلي بعاصفة غضب وتأنيب وعقاب كأنك ارتكبت جريمة دي مش غيرة صحية ولا حب ده مش مقبول في علاقة حب ده كلام دكتور راماني والمؤسف ان خصوصا البنات الصغيرين بالزاد بيعتبروا ده قمة الرومانسية ولكن هي دايما بتقول للناس ان اول ما حد يبدأ يرفض علاقاتك الصحية بناس مهمين في حياتك من قبل ما تبتدي تدخلي في العلاقة معاه كانوا مهمين في حياتك يعني طول عمرك قبل ما تعرفيه دي علامة على الخطر لان اللي بيدفع انرجيسي انه يعمل كده هو شعوره الشخصي بالعدم الامان واول ما هيحكم سيطرته على احد جوانب حياتك هيتحرك يحكم سيطرته على الجانب البعد وهكذا لحد ما يستولي على كيانك وحياتك تماما ويبدأ يدرهم غصب عنك كأنك عروسة بخيوط بما فيها رغبتك في التعليم او منع الفلوس عنك الا من خلاله بموافقته او تحركاتك اليومية العادية لقضاء مشاويرك وفي يوم من القيامة تفتح عينك تلاقي نفسك سجينة او رهينة بكل ما تحمله الكلمة من معاني سيئة ده كلام دكتور رامني وهنا هفكركم باللي قاله لنا سام فاكنن لما قالنا الاذاء النرجسي عبارة عن امتصاص كامل وتام وتدمير شامل لكيان الضحية كلها مش لجانب واحد من حياتها انا هنا عايزة بقى انبه سريعا لظاهرة مخيفة بدأت تنتشر عالميا وشكرا لكل المتابعين اللي بعتولي طلبوا نتكلم عنها بالتفصيل هقول هنا باختصار سريعا وممكن نفرد لها حلقة منفصلة بعدين نتكلم بالتفصيل عن الرجولة السامة والظاهرة دي اللي اسمها INCELS I-N-C-E-L-S وده اختصار جملة Involuntary Celebrate العزوبية القهرية وهي عبارة عن مجموعات من الشباب صغير السن عندهم غضب عارم على النساء بواجه عام بدون تمييز بكراوز ستات عموما بسبب تجارب سابقة ان بنات رفضوهم لما حاولوا يتقربوا منهم لإقامة علاقات فالشباب دول بيتقابلوا أونلاين في جروبات سرية خاصة يتبادلوا الخبرات ويتفقوا هيدايقوا الستات في الأماكن العامة والعلاقات الشخصية ازاي يتفننوا في الإزاء والتعدي من مفاهيمهم المفهوم المشوه المنتشر في ثقافتنا العربية ان المرأة هي الشيطان الأعظم وان كل هدفها في الحياة غواية الرجال وان الراجل مجرد رض فعل للستات لو قليل الأدى بيبقى لعيب على الست اللي ربطه لو بيضرب لعيب على أخته أو مراته اللي استفزته لو متعدد العلاقات لعيب على الأغواته لو بيخون مراته لعيب عليها عشان مش مال يعين لكن هو معلوش أي زنب الفكرة دي يا جماعة اللي مصدقها دي فكرة مسيئة للرجولة الحقيقية مفيش راجل بجد قوي محترم مسؤول متحكم في أفعاله مسؤول عن أفعاله يقبل يتقال عليه جرد رد فعل لكل ست بيقبلها في الشارع لكن الشباب دول نشروا الفكرة وواضح جدا إنها وصلت عندنا بدليل موجة بوستات السوشيال ميديا اللي بتكرر نفس هذه المفاهيم المشوهة لذلك المصريين بالذات لما صورنا ضد الأغنية اللي اتشهرت بسبب إنها بتهدد البنت اللي ترفض واحد متحرش بيفرض نفسه عليها بالعافية وهي مش عايزان ده ما كانش أفوار مننا ولا تفاه زي ما بعض الناس تخيلوا ده كلام علمي نفسي ومؤشر خطير على ظاهرة اجتماعية مدمرة لازم تتحارب وتنتهي بسرعة قبل ما تستفحل لأن بعضهم في الغرب بيوصل لدرجة الجرائم حتى القتل بدفع الانتقام من أي واحدة ترفضه أو من أي واحدة يطولها باعتبرها تمثل الكئن الشرير اللي بيكرهه ده وده سبب إن التمرين العملي اللي عملناه بتاع المشي في حرى ضلمة كله خطر مجرد هيسرق منك حاجة ممكن نسرق حياتك حرفين في مجموعة باحثين استخدموا تطبيق متخصص من جوجل بيعمل تحليل للحوارات أونلاين ويصدر عليها حكم الحوارات دي اتجاهها إيه جربوا على نقاشات هذه المجموعات على موقع رادت فوجدوا درجة الكراهية والعنف في كلام الشباب دول مجموعة إنسلز دول موازية لمجموعات المتطرفين الراديكاليين لذلك الحكومات في الغرب بدأت تعتبر هؤلاء الشباب من المجموعات المتطرفة ومجموعات الكراهية ضد الأقليات زي التطرف الديني والتمييز العنصري بالضبط وبيتعاملوا معاهم قانونا بنفس الشكل في أمريكا الحكومة بدأت تنتبه للخطر ده وتحاول تحجم انتشار الظاهرة وتمنع تواصل عصابات الشباب دول أونلاين وتستبق جرائمهم لأنهم بيعودوا يتفقوا هيئذوا الناس إزاي وفي نفس الوقت تحاول تصطادهم عشان تعالجهم وتعيد تأهلهم عشان نفهم ليه نفسياتهم عاملة كده وإزاي نقدر نساعدهم يرجعوا تاني أشخاص مفيدين للمجتمع مش مجرمين ونصلح التأثير الاجتماعي اللي وصلهم للأفكار اللي وصل يعني بيهم لهذه الأفكار الغريبة كلام ده مهم جدا لنا لأن مجتمعاتنا بدأت توري شكل الظاهرة دي مش بالضرورة تحت نفس الإسم ولا بالانضمام لنفس المجموعات مع العلم إن أنا شفت من بعض المتابعين بعتولي روابط لأشياء تشير إلى إن فيه شباب عربي بدأوا يدخلوا في هذه الظاهرة الأهم عندي هو الأفكار دي نفسها المشوهة دي لازم تتلاقي لازم نستنتبه لها وتبدأ تفوق لذلك في أول الحلقة قلتلكوا الأباء والأمهات ضروري جدا 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 يسمعوا الحلقة دي هعطلكوا روابط في قصف الفيديو عشان تقدروا تبحثوا عن الموضوع أكتر نرجع نكمل الحوار قلتلها يا دكتور رماني إذن إحنا محتاجين نتعلم نعمل حدود شخصية ونحافظ عليها فالناس اللي ترابوا بدون حدود شخصية ومش متعودين عليها يقدروا يتعلموا يعملوا ده إزاي بحيث يحموا نفسهم من الأذى والاستغلال في علاقة نارجسية اللي أصده في الحالة دي هو الناس اللي ترابوا في بيوت فيها إذاء نفسي وبدني فيها منع تام لأي حدود شخصية وأي خصوصية الكبار اللي في البيت من حقهم يتدخلوا يتجسسوا عليك يسمعوا بتتكلم مين يبصوا في حاجتك الشخصية ينقولك مين تصاحب مين ما تصاحبش مين تشتغل إيه ما تشتغلش إيه تروح فين تجي منين وإنت إنسان بالغ عاقل مسؤول سواء كنت راجل أو ست فالناس اللي تربط كده تعمل إيه عشان تبدأ تنمي حدودها الشخصية قالت لي ده سؤال رائع جدا وإنها بتواجه المشكلة دي مع كثير من عملاءها من ثقافات مختلفة بيكون فيها الثقافات بقى دي بتعزز تدمير الحدود الشخصية كجزء من التربية وبالتالي الناس دول بيكبروا متعايشين مع عدم احترام حدودهم ومتقبلينه تماما كأمر واقع وبيتوقعوا ده في علاقاتهم العاطفية بعد كده ومن هنا نشاور على أحد أكبر مشاكل الوقع في علاقاتنا رجسية إن الناس عندها سوق فهم لشكل العلاقة الصحية أصلا بسبب شكل التربية وتعزيز الاجتماعي لها فهي بقى بتقول بقولهم يفتحوا يصحصحوا ويبدأوا يلحظوا العلامات من بدري جدا لأن لو استنيتي شهور طويلة خصوصا في الثقافات اللي فيها السيطرة تامة على الآخرين جزء من الحالة يومية على ما تفوقي هيبقى صعبة جدا تنقذ نفسك من براثن الشخص اللي استولى عليك في علاقة شخصية فلازم تنتبه خلال الأسابيع القليلة الأولى لو لقيت دايما الحوار بيروح في اتجاه الرغبة في قضاء في قضاء كل الوقت معيك من قبل ساعة ما تفتح عينك لغاية ما تنام ومعرفة تفصيلية تقدمي تقرير كده بتحركاتك بالتفاصيل باستمرار بشكل يشعرك إن انت تحت المرأبة وتحت السيطرة مش مجرد اهتمام طبيعي بك وخوف عليك ولما تواجهي بغضب من أي تواصل مع شخص آخر بشكل شخصي حتى في إطار الحياة العادية زي الدراسة والعمل وشراء الحاجات من السوبر ماركت لو ده شكل علاقة ابدأ إحضاري ده تحذير من دكتور راماني لأي وحدة وقع في شكل علاقة ده لأن كل مكان بدري تحطي حدود وتطلبي احترامها كل مكان أفضلك في المدى الطويل إما الشخص هيحترمها وساعتها تكون علاقة صحية أو هيفضل يصر على تدميرها وهنا انت عرفتي تعملي إيه اطلعي له بأي حجة ده كلام دكتور راماني قالت اطلعي له بأي حجة لإنهاء العلاقة وقفلي الملف ده تماما وهيكون أسهلك بكتير في أول أسبوع أو اثنين من بعد سنة أو اثنين أو أكتر من كده وفي نفس الوقت هي بتقول نفسي يكون السلوك ده جزء من حوار مجتمعي يفهم الناس حدود العلاقات الصحية والحمد لله قدينا بنعمل ده أهو فما داموا الأبوين بيمارسوا السلوك ده وبيقنعوا أولادهم إنه طبيعي وبعدين في نفس الوقت الدراما والتلفزيون والإعلام بيأكد نفس الرسالة إنه هوس السيطرة والاستحواذ ده تعبير رومانسي عن الحب وإن ده شكل قصة الحب المثالية فكده عندنا مشكلة كبيرة في إصلاح الخلال ده بعد ما يحصل قلت لها أنا موفقكي تماما على خطر الميديا الرواية الرومانسية في تقصيل الرسالة الخطيرة دي إن الشكل المرضي من الاستحواذ والعنف لإجبار الضحية على تقبله وتدربه على الحياة من خلاله باعتباره جزء لا يتجزق من الحب دي مشكلة مأساوية وهنا عايز أسألك يا دكتور رماني إيه اللي بيخلي الضحية عندها رغبة مبالغ فيها في الدخول في أي علاقة بأي شكل حتى لو شايف علامات الخطر بمعنى آخر ليه الناس وخصوصا الستات عندها خوف مرضي من الوحدة زي ما شرحتي في إحدى حلقاتك عندها حلقة بتشرح فيها هذا الموضوع بالتفصيل قالت لي المشكلة في القصة اللي الناس مقتنعة بيها وعايزة تعيشها وتبقى جزء منها القصص دي بتيجي من الأسرة من المجتمع من الميديا من الأدب والروايات والدراما عموما بتلعب على عواطفنا خاصة عاطفة الخوف فمثلا في المجتمعات اللي بتحط من قدر المرأة وتصعب عليها الحصول على حقوقات طبيعية ده كلام دكتور راماني هتكون عاطفة الخوف متغلبة لأنها مش هتقدر تواجه الحال وحدها في البيئة دي وعموما ده موجود في معظم الثقافات لأنه لازم في بداية العلاقة أنها يعني بتبقى الست مقتنعة أنها لازم في بداية العلاقة تبقى طايرة من على الأرض وعايشة في السحاب من كتر الحب والمشاعر الفياضة وقالت أنها تعتقد أن أحد المشاكل النفسية المسببة للمشكلة دي هي آلام الطفولة اللي لسه ما تعاملوش معاها وما حلوهاش أنهم اتربوا مهملين التربية في البيت النرجاسي يرجعوا لحلقة الأسرة النرجاسية هتفهموا حاجات كتير أنهم اتربوا مهملين مش حاسين أن حد شايفهم أو سامعهم خصوصا لو أهلهم نرجاسيين فإما بيصدقوا حد يعني فإما ما بيصدقوا حد يديهم اهتمام بيفرحوا بدا أي اهتمام من أي نوع أول ما يديهم اهتمام كل دفاعاتهم تنهار ويسلموا كل حاجة بسرعة جدا بالتالي لما يجي المستغل المسيطر ده يغرقهم اهتمام مستمر طول يوم بيبقى عمل زي المخدرات حاجة كانوا محتاجينها جدا جدا وفجأة هبطت عليهم من السماء بكميات مهولة فما بيقدروش يقاوموا خالص ويتحول لإدمان مش قادرين يتخلصوا منه ولا عايزين يتخلصوا منه بالعكس بيجروا وراه عايزين تاني وده المطلوب بالتحديد عشان يبدأ يدمرهم ويستولي عليهم هي بقى بتقول المقلم المرحلة اللي بعد كده مرحلة عدم الاهتمام النبز والتخلي لأن المؤذي زهق النارجسي زهق زي ما احنا عارفين في دورة الاستغلال النارجسي ارجعوا لها في حلقة منفصلة فيها شرح الموضوع ده الاهتمام اللي كان في الأول كان صناعي بهدف الاستحواذ فأول ما ضمنك هيزهد فيك هتبدأ رحلة العذاب الحقيقي للضحية لأنك أصبحت مدمنة على مشاعر مزيفة كنت فكرة حقيقية وهتستمر فهتبدأي تعملي اي حاجة في محاولة لاستعادة بدايات العلاقة وده عمره ما هيحصل لانه كان وهم قالتلي انا قابلت ناس بقاهم 15 او 20 سنة في علاقة نرجسية ولسه بيحاولوا يستردوا اللحظات الاولى المزيفة دي بأي شكل وعندهم امل عندهم امل مش داريانين ان حياتهم ضاعت في وهم ولما بيفوقوا يصبح التخلص من العلاقة زي الاقلاع عن الادمان بالزبط زي ما يكون واحد او واحدة مد من مخدرات بقى له 15 او 20 سنة ولوه اعراض انسحاب رهيبة توازف ألمها اعراض الانسحاب بتاعت المخدرات زي ما تكلمنا قبل كده في حلقة دورة الاستغلال النرجسي ارجعولها وده اللي بيستغلوا المؤذي في مرحلة الالقام فالفكرة هي بتقول الفكرة الغريبة اللي بتبعها للناس في الميديا ان الستات محتاجين حد ينقذهم وياخد باله منهم فكرة خطيرة بتوقع كتير في مصايبهم في غنى عنها والأولى اننا نعلمهم يبقوا شخص مستقل قوي قادر على مواجهة الحياة بنجاح فلما يدخل في علاقة يدخل في علاقة شراكة حياة مش سيد وعبد او قائد وتابع وما يدخلش في العلاقة بناء على الخوف المرضي من الوحدة وعشان كده عنوان هذه الحلقة كان نعمة الخوف عشان نتعلم نفرق ما بين الخوف اللي بيخلينا نتجمد ونترعب وما نعرفش نتصرف او نتصرف غلط والخوف الصحي اللي بينقذ حياتنا فانا عايزاكوا تذكروا بقى في الموضوع ده كويس ابحثوا جامد في موضوع نعمة الخوف دي وبصوا على الكتاب اللي يقدر يشترك كتاب online او paper هتلاقوا موجود في كل انحاء العالم موجود على amazon the gift of fear الكتاب ده انقص حياتي شخصيا في احد المواقف الخطيرة جدا المعلومة اللي خدتها منه رجعت لي زي ما تكون مكتوبة قدامي على صفحة وكأني بقرأ منها واتصرفت على اساسها وقت الخطر ولذلك الكتاب ده من الكتب المهمة جدا في مكتبتي برجع له كل شوية الحلقة الجاية هنكمل الاربع سئلة الفضلين من الحوار وحيكون موضوعنا الرئيسي فيها هو دور الدراما والإعلام في تشويه توقعات البنات من الحب والزواج وفي تقبل الأذى اعدادهم لتقبل الأذى باعتباره تعبير عن الحب وشر لابد منه زي ما بيبن لهم من قصص الأفلام والروايات الرومانسية حنتكلم كمان عن ثقافة التفكير السلبي باعتبرها مشكلة اجتماعية واستياد الأخطاء حنتكلم عن مشكلة النرجسية على نطاق دولي لأن الكتاب التاني لدكتور راماني اللي تناقشها في الحلقة كان عن الفكرة دي انتشار النرجسية على نطاق دولي أنا كده خلصت الحلقة دي أقصر من اللي انتم متوقعين وهو عشو بحدش يزعل عايزاكوا دايما تخلوا عينكوا على قسم المنتدى في القناة بنروح هناك نكمل النقاش ونسأل ونتحاور وكمان بناخد واجب وتدريبات عملية نفس الحاجة بتحصل عندي على أكاونتي على فيسبوك اللينك بتاعت أكاونتي على فيسبوك موجودة على الهوم بيج بتاعت القناة وموجودة في الوصف الفيديو في كل الفيديوهات الناس اللي بتقول لي مش لقينك على فيسبوك اللينك موجودة عندكم في وصف جميع الفيديوهات كل الفيديوهات تحتيها الوصف الفيديو واضح ان في ناس فيكم مش لقين إزاي يلاقوا وصف الفيديو فاسألوا حد حواليكو على الابليكيشن اللي بتستخدموها وصف الفيديو في كل حلقة مكتوب فيه بالتفصيل الحلقة دي فيها إيه وفيه جميع الروابط لأي معلومات مهمة أنا قلتها في هذه الحلقة بما في ذلك روابط التمرينات والنقاشات المتعلقة على فيسبوك فدايما منفضلكوا بصوا على وصف الفيديو تحت كل حلقة شكرا جزيلا لحسن استماعكو وحنكمل كلامنا في النقاشات وفي التمرينات العملية إن شاء الله انتظارا من الحلقة القادمة اللي هي الحلقة الأخيرة في ترجمة وحوار ونقاش مع الكلام الجميل اللي قالت ولنا دكتور رامني وانتظرونا بقى في المفاجآت القادمة إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله